رضي عليهما والله والله يا رهما سهد إن لم تكن مصر مثل سوريا والعراق فوالله فإن النصارى في مصر سيغتصمونك والله الكنيسة في مصر التي تدافعين عنها ستغتصم رغم أني خريجة الجامعة الأمريكية اللي هي أسستها الكنيسة الإنجلية المشيخية الأمريكية وهي مؤسسة تنصرية صليبية في مصر منذ مئة عام حتى اليوم إن تغريجة هذه الجامعة التنصرية رغم ذلك فإن النصارى عندما يعلون دولتهم الصليبية في مصر فإن أول من سيغتصمونها هو أنت وسأذكر ذلك في السياق الحديث لماذا أما الخائن العميل أحمد موسى فأقول له والله إن لم تكن مصر مثل سوريا والعراق فإن النصارى سيقتلونك ويدبحونك ليتهم سيقتلونك ويدبحونك ضربة سيف ولا طال أو خلاص لا سيفعلون بك مثلما فعل النصارى والصليبيون في مسلم الأندلس في مسلم الأندلس ومثلما فعل الصليبيون والنصارى في مسلم البسنة والهرسك ما كانوا بيدخلوهم بوا أفص كل مسامير وسيبدأون بك واحد يقول لي إذا كانت رهام السهلي وأحمد موسى عملاء للمخابرات الحربية ويدافعون عن النصارى والصليبيين والكنيسة ليلة نهار فكيف سيقتلونهم؟ النهاردة الأندلس يا جماعة ما أنا بقولها هيقتلوا أحمد موسى ليه؟ لماذا النصارى سيقتلونه ويزبحونه رهام السهلي وأحمد موسى؟ يعني هيزبحونه إحنا ويزبحونك أيضا لأنه حضرتك لما مصر تقع هو تحت حكم النصارى حيام بشكل غير عالم بكرة تشوف الحكم العالم ما الذي حدث في الأندلس؟ حدث في الأندلس أن خونا من المسلمين مثل رهام السهلي وأحمد موسى تحلفوا مع جيوش الصليبيين والنصارى ودخلوا إشبيلية وغرناطة وبرشلونة لحد ما أسقطوا قرطب كانت نفسي ما يحبس في غزة خلي بالك من سلسل غزة تقرر بالضبط أن قوات سهيونية مع قوات من المسلمين لعسكر الصليف في مصر وفي باقي الدول تحاصر المسلمين في غزة ده اللي حصل في قرطب غرناطة غرناطة الصليبيين جيوش من الصليبيين والمسلمين العملاء الخوانة حصاروا قرطبه عشر سنوات ودخلوها واختصبوا المسلمات يعني بعد ذلك اختصبوا المسلمات ومالذي قعدوا برضو فترة ما يجوش ناحية العملاء والخوانة وكذا أين ما هو مصير الخوانة والعملاء الذين وقفوا مع الصليبيين في الأندلس فين أمسل أحمد موسى ورحم السهلي الخوانة والعملاء يلوفوا مع الصليبيين ضد المسلمين في الأندلس راحوا الصليبيين قتلوه ولا مسلم لخائن ولا مسلم حقيقة أصلا واختصبوا المسلمات سواء كنا خائنات ولا عففات ولا غير واختصبوا العملاء وققت لكله حتى المسلمين اللي تنصروا وما لما النصارى يعلنوا مصر دولة صليبية رامي السهلة تروح تعيي سمي نفسها كريستينا ودو قلها صليم أحمد موسى سمي نفسه جرجس هذا ما سيحدث هذا حدث في الأندلس راحوا المسلمين الخوانة أعلنوا أنهم تنصروا راح عملوهم امتحانات عقيدة وقالوا في الأخر إحنا نغير مقتنعين أنكم تنصرتم اتبح ونبحوهم مش رأينا الشيعة في العراق ينبحونا طفلا طفل مسلم نبحوه حد قال لك بقى الكسازبة ولا مش الكسازبة ده مين مسلم آه مسلم يروح في السين داهل وقتل المسلمين ها قوات الشعيين الملاحدة جايبين قوات القاتل المسلمين وحطونهم على شاحنات عراية وبيلفوا بيضير أمريكا تكلمت القنوات التابعة للمخابرات الأمريكية في العالم العربي النطقة بال تدعو يعني نطقة باللسانة ولا جابت حاجة ولا سيرة ليه لأن انت مسلم تروح في السين داهل حتى لو انت مسلم خائد يعني يكفي أنك تحمل إزما إسلاميا يكفي أن أبوك مسلما يعملوا فيك كل هذه البلاو نأتي للوضع في العراق هو إيه اللي بيحصل في العراق اللي بيحصل في العراق هو إنه الشعب العراقي المسلم للأسف استسلم لحكم عسكر الصليب هناك صدر إسان استسلموا تلاتين سنة زي ما أحمد موسى وإرهاب السهل عاوزيننا نستسلم كانت النتيجة الجيش الأمريكي جي احتلل العراق فالذين يريدون منه أن نستسلم لعسكر الصليب هم الذين يريدون أن نصل إلى مستنقع العراق هذا فلما الشعب العراق استكان وخضع للزل ولم يقاوم ولم يخلح صدام حسين هو لو الشعب العراقي كان شل عسكر الصليب أيام صدام حسين كان مات منه كان مليون مسلم اتنين مليون مسلم وكانوا حراروا العراق من صدام حسين كانوا المسلمين ما كانت أمريكا التي تستطيع أن تدخل العراق وما كانت إيران التي تستطيع أن تدخل العراق وما كان للشيعة المجوز دول أن يسيطروا على العراق يعني المسلمين السنة في العراء 52% سواء من العرب أو الأقراط الشيعة 40% و10% بقى نصارى على مش عارف سابقة على الديانات الأخرى دي فيروح الـ 52% عشان الناس ما عندهمش واعي 52% من المسلمين يقولك لا إحنا عرب إحنا أقراط يقوله هو سماكم المسلمين ولا سماكم العرب ولا سماكم الأقراط ولا سماكم الأطراط تكون النتيجة إن استسلمهم واحد حصل استسلام لصدام حسين جاء الأمريكاء اختصبوهم وقتلوا منهم 2 مليون استسلموا بعد ذلك للشيعة والمجوس الشيعة والمجوس يقتلونهم وإذبحونهم اليوم ما يحدث إيه؟ المسلمين يحاولون طرد الشيعة وإخراج الشيعة والعراق تعود للمسلمين مرة من أخرى هذا ما يحدث أنتوا بقى عاوزيننا استسلم العسكر الصليف في مصر حتى نكرر سيناريو العراق ويبقى عندك 5 مليون و7 مليون قتيل والنصارى يدخلونا على المسلمات في بيوتهن هيختصبوهن الله هيختصبوا كل مسلمة قدام أبوها وقدام زوجها وأمام ابنها رجعوا الأندلس رجعوا البوسنة والهارسة وكانوا أرسوزيكس رجعوا القرن اللي موجودة في روسيا كان كلها مسلمين نارضا ما عادش فعلت استفل المئة المسلمين الفلبين بورما رجعوا أفريقيا الوسطة جنبنا فأنا أرجو أن تكون الصورة وضحت مشاهدين وإحنا لابد نحرر مصر لما نحرر مصر الرهام السهلي لن تختصر يعني حتى لو إذا حكمت ويعني ويجب أن تحاكم لكن لن تختصر إنما بقى لو تحرر مصر ما هيكون للبقى تحطيه ورهام السهلي لن ضمنها تختصر وأحمد موسى هيعزم يعني أحمد موسى هيحاكم ولكن لما النصار يعدموه هيخزوعوه يعني هيب في فرق من عذاب وعذاب وهيحطوا للسيخ في المحمية وهيبهدلوه زي ما حصل في المسلم الأندالس لكن إحنا مضطرين للأسف لأن إحنا عاوزونا ننقذ الخمسة مليون مليون مسلم فلأسف أنت يعرف أنت بلد مولحة فهتنين خوانة وجواسيس فبالطفل بلد فهتنين خوانة وجواسيس بيستفيد وإحنا للأسف مضطرين لدفع عن أمثالها وعن أمثال أحمد مرسي شوفوا المصيبة ما هو أنت عشان تنقذ الخمسة وتمانين مليون مسلم في مصر مضطر تدفع عن استثساوية كارسر المهم فالذي يحدث هو إنه ماذا لو لم تقم طورة المسلمين في سوريا تفترض أن الحكم ستب البشار كانت إيران كانت سوريا 2011 قبل قيام السورة 100% من الأراضي السورية تحت سيطرة الفرس المجوس والروس كان روسيا لا قواعدها أسكرهم إلى ذلك اليوم 70% المسلمين حرروا 70% من الاحتلال الفارسي والروسي الصليمي ده شيء إيجابي إلا أنه الناس المرضى والمنافقين والجهلة يرون ذلك أمرا سلبية يعني عارف أنت الإنجليز محتلين مصر طردنا الإنجليز من 70% من أرض مصر فاضل في 30% يقول لك شفتوا دمرتوا شفتوا الناس اتقتلت شفتوا الناس مش عارف إيه لأحنا بنحرر بالا فالمسلمون في سوريا حراروا ما يقرب من 70% طب لو المسلمين أصلا ما كانوش قابوا بالثورة واستسلموا كما يريد المنافق لعميل أحمد موسى وهذه السفلة هذه التي قريجت الجامعة الأمريكية الصليبية ما نقول الله أنا أفضل منك أنا تربيت وتعلمت على أيدي أساتذة مسلمية أنت تربيت على أيدي جيرجس وجورج وصليب وشوية دمويه مين الامريكاء حكومة دموية مش الامريكاء هؤلاء الذين قاتلوا 30 مليون إنسان من هنوذ الحمر دول اللي ربوك نحن الله ربنا الحمد لله محمد وأحمد ومراهيم ناس مسلمة أنت ربك نصارى صليبيين وهذا الفرق بيني وبينك نرجع مرة أخرى لو الثورة بقى في سوريا لم تقم والله كان زمان الجيش الإيراني في القاهرة الآن من الواقف في الشام يمنع الجيش الإيراني من الوصول إلى القاهرة مش مسلم يا سوريا هم الذين يدافعون عننا الآن لو الجيش الإيراني وصل للقاهرة عسكر الصيب يعمله إيه هيسيبوا السلاح ويجروا والشيعة يعمله فيك إيه يا رمي يا سهل ماذا سيفعل بك الشيعة الله سيقتصبونك شوفي تقول لهم بقى ده ده خد المسلمين أنا أصلا مش مسلمة ده أنا مسلمة بالبطاقة ده أنا مبركعهاش ده أنا المسلمين بيموتوا ويجوعوا وإنت بتصري في ميكاج على وشك وعلى شعرك يعايش أسر في الشهر ها وأنا بتتكلم عن مصر بتتكلم عن مصر وإنت الميكاج اللي حطه على وشك ولا الاستشوار اللي عملها في شعرك ده يفتح له قطاة أربع بيوت أنت مالك ومال مصر أصلا أنت واحدة خريجي جامعة صلبية إيه علاقتك بمصر إيه إحنا اللي بتوع مصر إحنا المسلمين ودي أربلد مسلمة وإحنا تربيتي المسلمين وخريجي جامعات مسلمة والحمد الله فلذلك كان بقى الشيعة دول وصلوا للقاهرة وكانوا بيختصبوك الآن فمسلمي سوريا اللي أنت مش عاجبينك دول هم الذين هيحمونك ويدافعون عنك تقوله بقى كذا تمهوه النهاردة حتى المسلمين العملاء الخاونة الذين تعاونوا مع الشيعة في العراق الشيعة زبحوا